ساعدوهم انتو كنت بتدمروهم اتمنى ان كل بتفرج عليها دلوقتي من اسد زا افاضل على مستوى الجمهورية من اولياء امور من طلاب يقبلوا الرأي ده ومش نصيحة انتو اكرم وافضل من انا انصحكم ولكن الرأي ده من اخ صغير او اخ كبير ايا ان كان سنك اللي انت بتفرج عليها وبالذات السادة الاقارم المدرسين يريدت يركزوا مع اخوهم الصغير والله ما نصح ولكن يعني ايه رأي احيان بقوله اوصله لكل الناس هو ايه انا من شوية حالا انا جاء اصلا بالترينج كنتماشي في الشارع عادي خالص وبعدين حصل لموقف جريب او حصل معا موقف غريب بنت من طلابي اللي بتبع معا اقول لان ما شاء الله هي مجتهدة بتحاول تعمل اللي عليها اتفاجئت انها بلاها فترة على الموقع عندي بتشوفش حصص كتير وبتبعش حصص كتيرة فعرفت انها كانت مقفولة جدا وكانت متدهقة جدا وكانت في المستشفى كمان بسبب موقف نفسي الا حصل راحت سنتر عند مدرس ما فالمدرس افلها المدرس قال لها انت مش نفعة انت فشلة انت مش عارف ايه وبعدين طلحها من حصة خالص فطبيعي اتضمرت نفسيا المشكلة وانا عارف ان في بعض المدرسين نما يقول له الطالب معين انت فاشل او بتذاكرش او مش عارف ايه علشان يشجعوا او يعملوا وبعدين انا فهم ان فيه ناس بتعملها بزكاء انها تعمل ايه بعد اجابة انه يلطفه تاني او يشجعه تعال اقول لك عشان مصلحتك طب هشوف درجة الامتحان الجاي وبدأ يشجعه لكن للأسف يا جماعة فيه ناس بتقوم هبدأ كده الكلمة وخلاص انت فاشل يا باشا مع احترام الحضرتك واقبل رأي حضرتك اللي فاشل انت فشلت انك تاخد بايده فشلت انك تساعده فشلت انك تزقه هو اصلا جايلك مش متعلم جايلك عشان يتعلم ما تقفلوش هو مستوى مش كويس ومش متعود يزاكر انصح ونصحك كويس اتعود شدي حيلك طب شوف لك مدرس تاني طب انا مش هقدر اديك اي حاجة غيرنك تقفله الطلاب دلوقتي في مرحلة النضوج في مرحلة تكوين الشخصية اي موقف بيحصل لهم بيأثر في تفكيرهم وعقلهم الباطل وفي مكنون شخصيتهم وبيظهر توابعه بعدين في السنين الجاة في عمرهم لو حضرتك مش عارف انا بتكلم فيه بتكلم في علم النفس يا رد تقراه حضرتك حضرتك بتأثر جدا 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 في الطالب اللي قدامك علميا ونفسيا وطربويا لازم انت تكون عارف ابعاد اللي انت بتقوله هو مش جاي اخد درس عندك عشان يفهم حاجة يروح وطها في الكتاب ويمشي حضرتك يا ريد تكون فيه مسئولية عن نفسية الطالب اللي قدامك انت محتاج فعلا انك تزوقه ولا تحبطه يا جماعة نركز الله يبركلكم في الحيطة دي والله من باب الرأي مش بنصح بس الموقف دايقني جدا بنتي كانت بتشد حلها اسبوعين مفيش اكل مش عارف فترة طولة مفيش نوم كانت في مستشفى ليه انت كده ساعتها حضرتك دمرتها ساعدوهم مش دمروهم بالنسبة لأوراق الامور في البيت برضو ما احترامي للجميع بس نسبة لأوراق الامور في البيت انت فاشل انت مش نافع انت 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 طب الولد نفسه لما انا فاشل ومش نافع هذكر ليه لما انا فاشل ومش نافع هم عارفين كده ومتوقعين كده في النهاية هشد حلل ايه يا جماعة خدوا بأيديهم يا جماعة زقوهم يا جماعة حفزوهم يا جماعة وجهوهم يا جماعة ادعموهم الطلاف في السنوية العامة منهج السنوية العامة مش تقيل بالنسبة لأي طالب لانه هياخد في السنين الجاية وفي الكلية حاجات اتقل ولكن هو تقيل بالنسبة لأيه التعب النفسي ضغط من الاهل وضغط من المدرسين وضغط مذاكرة وضغط مش عارف ايه هم لسه في مرحلة مرحلة اللي محتاج حد يشدهم الطالب في المرحلة دي بتأثر في أي كلمة حلوة أو وحشة خليك أنت مصدر بهجة خليك أنت مصدر سندة خليك أنت تقول حاجة كويسة خليك أنت فعلا تساعده بجد ملخص الكلام بالنسبة للمدرس حضرتك مسؤول جدا مسؤول جدا مسؤول جدا وأنا يعني ألتمس فيكم الخير جميعا ألتمس في كل المدرسين اللي بيشوفوني أو حتى اللي هيحكوا اللي شوفوني على مستوى الجمهورية في ناس هتدائم الكلام ده مافيش مشكلة على العين وراسي وفي ناس فعلا يمكن تقبل الرأي أو النصيحة من أخ صغير أن انت فعلا الطالب اللي بيجي قدام حضرتك حضرتك بتأثر فيه بتسيب له حاجات كتير يه تحبطه يه تساعده والله في إيه تساعده والله كذا طالب مع كذا مدرس مش معي أنا بس لما أشجعه بكلمتين الطالب تغير وبدأ يعمل نوت وبدأ يكتهد حتى لو إمكانياته ضعيفة فقل له قل له اكتهد قل له يعمل عليك قل له راضي نفسك قل له راضي ربك قل له إن الله يكلف أجر من أحسن عملها بس يكونوا راضي نفسك وراضي نفسك عشان في الآخر تكون انت مبسوط وراضي عن نفسك في آخر السنة مش بس ربنا طبعا يكلمك باللي انت عايزه بس انت اكتهد عشان تكون راضي عن نفسك وأهلك راضينا عليك ادعمه المعلم 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 القدوة المعلم اللي ورس العلم ورس الأنبياء سواء علم دينة أو علم دنياوي ربنا ينفع لكم كلكم المعلم مؤثر في المجتمع والناس المعلم مؤثر في الطالب وفي شخصيته المعلم طربوي أو تربية شبه البيت ويمكن أكتر لإله بيتعلم منك وبيخضى قدوة وبيسمع منك فبتأثر بك جامد الله يبارك لك ويبارك لكم ووفاكم كلكم ياريت نراعي الحتة دي جدا مع الطلبة الطلبة يا جماعة مسئوليتنا ويبخت من ساب أثر كويس في قلب حد يبخت من ساب أثر كويس في روح حد يبخت من شد بقيت حد وغير حياته هيدعي لك والله سواء دي ربنا كرمه أو مكرموش أو كان مستوى حلوة أو مش حلوة مش قصتك مش بتاعت معاليك مش بتاعت حضرتك مع احترامي انت دورك كله الدعم سواء دعم علمي أو دعم نفسي طيب ما انتش عارف تدعم اقف ما تكملش معاه قوله يشوف مدرس تاني قوله مش عارف ايه ولكن ما تكبسوش ما تحطموش ما تحبطوش ما فيش اب ولا ام مش حابب ان ابنه يوصل لأعلى المراتب ما فيش اب ولا ام عايز يحبط ابنه بس هو نفسه شجعه فمش شجعه بترقى غلط انت فاشل وانت غلط ما قلتش حاجة انك ساعات تشد عليه ما قلتش شد عليه ساعات بس شد بايه بعقاب انت لو ما عملتش كذا على فكرة انت هتتحرم من كذا مش هتخرج هاخد منك الموبايل هعمل كذا طب ذاكر معاه شوي على فكرة انا مبسوط انت ذاكرت ساعتين بالمبارك ساعتين ايه يا جيو انت بتقول ايه دا المفور يذاكر ست ساعات طب شجعوه في اول ساعتين يمكن يوصل للستة شجعوه في اول نص ساعة يمكن يوصل للثلاث ساعات شجعوه في الاول يا جماعة وشجعوها وقفوا جنبوهم ودعموهم اولادكم محتاجين فعلا للدعم النفسي وساعات الشدة بس بحزم من غير ضرب ولا زعيق ولا كلام يو ويقصر الجناب وساعات شدة انت يا بنتي انتو كلكم ما تسمعش لحد يقولك انت فاشل اينشتين اللي قارفكم في الفيزياء وغير الكون كله وعمل حاجات كتيرة كان يقوله عليه غابي هو صغير هو لو كان سمع من اللي حواليه او كان اللي حواليه فعلا شايفينه بجد ما كانش غير الكون كله فاللي كان بيقول عليه غابي هو صغير عمل نظريات كان كله بيعترض عليها وفي الاخر بتثبت منها صح وغير الكون كله اتسون الاختراع المصباح جاله جواب هو صغير كده مدرسة ده تقوله يدي الممطو فلما دخل البيت ممطو قاعدت تعيط وبتتسم كده فبقول لها الجواب ده في ايه متقايل له ان ابنك زاكي جدا ابنك زاكي جدا ومش هينفع نعلمه في المدرسة فلازم يتعلم في البيت ودرست له هي الجواب كان بيقول لها ابنك فاشل وقدراته العقلية مش نفعة والمدرسة مش هتقدر تدرس له تاني ابنها كان من احد العلماء اللي غير الكون ما تخليش حد يحكم عليك لنا كماجد امام ولا اللي حواليك ولا مدرسينك في اي مكان ولا اي حتة ولا اصحابك والاهلك يحكموا عليك ما حدش يقولك انت فاشل يفشلك بأمرة ايه انت فاشل في موقف ما ذاكرتش حتة على العين وراسي بس انت مش كشخص مش فاشل لانك ممكن تحول وتنجح ما تتأثرش باللي حواليك اللي حواليك مش هما اللي شايفينك صح اللي حواليك مش الختم بتاعك انت شوف نفسك صح انت خليك عند امل بربك وغير من نفسك انت فاشلت انك مذاكرتش اتعاود تذاكر انت مش عارف تقعد على الكتاب كتير ومين متعود السنة دي يقعد على الكتاب كتير انت دخلته من 3 دادي ل 3 سنوي هوب كده ما تعاوتوش على المذاكرة في سنتين في النص فقريد كل الناس دلوقتي بتتحاول انها تعمل ايه بتحاول انها تتعاود على المذاكرة فكون من الناس اللي بتحاول تعاود على المذاكرة عافر عافر يعني انت لو تعبان زوق نفسك لو هتذاكر ساعتين ومكسل زاكر ساعة لو هتذاكر ربع ساعات وتعبان وعا نفسك تنام زاكر ساعتين عافر وزوق نفسك ما تخليش اللي حواليك يقيمك ما تخليش اللي حواليك يحبطك اثبت لأي حد قالك في أي مكان انك مش نافع وانك 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 انك مجتهد وتعمل اللي عليك سواء ربنا تكرمك في الآخر او ما تكرمكش او موفقكش ده التوفيق من عنده بس يثبت لحواليك انك انت تعبت اثبت لحواليك انك ردع عن نفسك اثبت لحواليك ان الوقت ده بتاع مذاكرة حتى لو مش مستوعب أو تعبان انا فتح الكتاب مش هقضع على فيسبوك ولا فخرجات اثبت لنفسك واللي حواليك ان انت فعلا مش زي ما هم شايفينك لاني مفيش حاجة اسمها فاشل الفاشل ده موقف مش شخص او هتنسى الكلام ده انا سعيد جدا بكلامي ده ومبسوط جدا بالناس اللي حبت الكلام ده والله بعتذر لاي حد فهمني غلط او فهمني ان انا بهجمه او فهمني ان انا بوجهه او فهمني ان انا برشده او فهمني ان انا بقوله اعمل ايه وما تعملش ايه ولكن انا بتكلم في الاول من باب رأي ومن باب نصيحها من حد اصغر فياريت الناس استقبلها بسدر راحب لان فعلا الفترة اللي فاتت الطلاب كتير جدا والظاهرة ده زادت احبطوا نفسيا بسبب كلمة وفي طلاب كتير جدا نفسهم اتفتحوا المذاكرة بسبب تشجيعة حضرتك كمدرس وكولي الأمر بيدك الاثنين وانت كطالب برضو بيدك الاثنين بالنسبة لصحبك يتقول له حاجة تقفله يتقول له حاجة تشجعه شوف انت حضرتك تختار ايه تسيب بصمة كويسة في الزكرة حد او في قلب حد او فروح حد وحسنة كويسة عند ربك ولا تسيب عكس كل ده ربنا يوفق الجميع اسدزة وطلاب واولياء امور كلكم جميعا فوق راسي انا بتكلم كده والله حب لدعمكم وانا اسف لو كنت زعلت اي حد مني واتمنى للجماعة الخير وطلاب حبيبي يقعوا تنسوا عافر حلمك يستاهل وكمل بقوة وانت تقدر مش كلام لان غيركم قدر زمان لما كانوا بقولوا عليه مش هيقدر وازهلوهم بالمجموعة الجميل اخر السنة ربنا يسر اموركم ويسعد قلوبكم حا احلامكم وفرق امومكم مع السلام